لسا مكمليين معاكم فقرات نهارك سعيد وزي ما قلنا في البداية النهاردة معظم فقراتنا مخصصة للانتخابات البرلمانية خصوصا ان هي الشغل الشاغل لكل مصريين سواء في مصر او خارج مصر في الوقت اللي احنا فيه تقدم حزب الحرية والعدالة وحزب النور او الطيار الاسلامي بشكل عام في المرحلة الاولى اثار اندهاش البعض لكن البعض الاخر كان متوقع جدا والبعض الاخر كان كمان متخوف منه جدا النهاردة هيكلمنا في الموضوعنا دكتور نبيل عبدالفتاح الخبير بمركز الاهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية وهو ايضا مختص في شؤون الجامعات الاسلامية ورئيس تقرير الحالة الزينية في مصر هيكلمنا عن توقعات وملاحظاته على المرحلة الاولى سبع الخير سبع الخير يا فندم يمكن زي ما ماي بتقول في البداية فندم عايزين نعرف ملاحظات حضرتك ورؤية حضرتك السياسية على المرحلة الاولى ونتائج المرحلة الاولى من انتخابات مصر شوفي انا اقولك على حاجة البعض يبدو كأنه صدم بان الجماعات الاسلامية السياسية وعلى رأسها جماعة الاخوان المسلمين والقوة السلفية التي هي جديدة نسبيا على صحة العمل السياسي الظاهر على الارض بالنسبة للناس في فترة ماضية كان هؤلاء او بعضهم على الاقل يعمل بموافقة من اجهزة الدولة وذلك في اطار نظرية تسمى ملء الفراغات الدينية كنتاج لمواجهة الدولة للجماعات الاسلامية الراديكالية التي مارست العنف والارهاب في فترة من الفترات الآن غالب هؤلاء عادة الى الصورات الاعتدالي وبالتالي اصبحوا جزء من العملية السياسية الجديدة في اعقاب الثورة التي لمشارك فيها غالب هؤلاء على فكرة بسناء جماعة الاخوان المسلمين في لحظة من لحظات انكسار الجهاز الامني المصري وثبات عدم فعلياته وعدم قدرته على مواجهة العملية الثورية واسعة النطاق التي شارك فيها اجيال متعددة سيما الجيل الشاب من ابناء المدن وتحديدا ابناء مدينة القاهرة واقسام من الطبقة العاملة الصناعية في السويس هؤلاء هم الذين صنعوا ما يسمى بخمسة وعشرين ناير نقطة ثانية الناس اعتبرت ان نائزة صورة مكتملة او ناجزة الصورات لا تتم مرة واحدة الصورات عمليات متتالية وبالتالي الذي تصور ان الموضوع قد انتهى خلال ثمانية عشرة يوما معناه وان الناس تعود الى بيوتهم ربما هؤلاء الناس كانت تاج لتدني مستوىات الوعي السياسي ضعف مستوىات المعرفة طبعا ايضا فكرة الصورة فكرة بقت بعيدة لان اخر صورة من الصورات الكبرى في العالم ليس صورة الايرانية بصرف النظر لا تتحفظ عليها دي اخر صورة اجيال كاملة لم تعايش الصورة الايرانية لم تعرف ما الذي ارتكبه النظام الشاهنشاه الديكتاتوري في ايران على سبيل المساعد وكيف قامت ولا يعرفون شيئا عن الاسلام الشيعي ولا يعرفون شيئا عن الدور الذي لعبه البزار اللي هم التجار التقليديين وده طبقة مميزة على صعيد رسخة في البناء الاجتماعي في ايران على سبيل المثال وكيف ان هذه الطبقة كنتاج لبعض السياسات الشاهن انخلعت عن النظام وبدأ اخذ بحث تؤيد القوى الدينية الا اصدق من دا ايه عشان الناس يبقى عندها فكرة ان المسألة ليست بالبساطة التي يتصورها البعض بان الثورة يومين او ثلاث او شهر او شهرين وينتهى الامر نحن بدأنا بانتفاضة ثورية يمكن ان تتحول الى ثورة كاملة وتأخذ سماتها المصرية المميزة مقارنة بغيرها من الثورات بما فيها ما يسمى بيه الثورة التنسية وامي الثورة هي برضو انتفاضة من الانتفاضات الثورية وتؤثر في المنطقة وتغيرها وتقسم ظهور عروش ومملكات ومشايخ على الخليج وكذلك ايضا انظمة جمهورية ديكتاتورية عندما تستكمل مصر واللي بتستكمل مصر مش كل المصرين يخلي بالك يعني عمر الصورات ما بتقوم بيها بتسمى صورات شعبية لكن في حقيقة الامر التي تقوم بها طلائع ثورية عناصر تشكل طليع وده هو الامل مبني على هذا الجيل من ابناء المدن اللي على اقتصال بالعصر من خلال ادواته الاتصالية والمعلوماتية مش مجرد ادوات الناس متصورن دي ادوات ده نمط في التفكير مغير تماما لهذه العقول التي نراها على الساحة السياسية وغير الساحة السياسية والساحة الصحفية والاعلامية مجموعات اساسا جاية من الماضي وعقولها تشكلت على تعليم من الماضي يعني خلاص المجموعات اللي جاية اللي جايين من الحاضر ثوار 25 يناير واللي قاموا بثورة كاملة وفعلا خلعت رئيس والعالم كله اعترف بيها كثورة هل هديك تتوقع انهم حيحققوا مطالبهم حنحقق مطالبنا هتتحقق أشاء البعض أم أبا ليه؟ لأني كنت قدام تصادم جيلين بصر السراعة بين جيلين بجيلين لا ده مسألة مهمة جدا السراعة الأجيال انت عندك شيخوخة في السياسة شيخوخة سياسية شيخوخة جيلية ده معنى ايه؟ نظام شيخ كان محمد حسن هيكا لاستخدم تعبير ذاته مرة في وجود حسن مبارك وقال دي وجوه او شخصيات شاخت على مقاعدها التعبير دقيق كل التركيبات الأديمة دي شاخت على مقاعدها لا يمكن لناس تعدوا السبعينيات من العمر أو في الثمانيات أو على ما شارع في الثمانيات تقديمينهم حاجة إلا السسناء بقى العبقرة بقى واحدين ما عندناش عبقنا حتى الآن بس عايزة بس أخذ من كلام حضرك حاجة يعني أكيد جيل الشباب محتاج برضو للحكماء يعني أكيد لازم يكون في البالنس دا عشان نقصب كل جيل يختار حكماءه ده كلام برضو كلام ايه؟ هستخدم تعبير دايما كانوا يستخدم ويعرفوا أبناء شعبنا يقولك هذا كلام مصاطب فدي حكمة المصاطب انتهى احنا في قطيعة ومطلوب قطيعة مع الماضي دا كله قطيعة مع الماضي دا كله مستوعب هو مستوعب في سلوك الناس وفي ضمائرهم وفي حركتهم وفي إدراكهم احنا ماضي من الفساد والاستبداد ومش 30 سنة دا من 23 يوليو بس يا فنم أصل الأسف في بعض في بعض الناس مش شايفة دا في بعض الناس مش شايفة ان في عالم جديد عالم مات وعالم جديد بيتولد اتقال الكلام دا من التمانينات ان احنا في عالم جديد والكتب والكتب في العرب انا محمد سيد سعيد عبد منعم سعيد اللي هو بعد كده يعني عايز اقول ايه انه عدد من الكتاب في مصر كتبوا الكلام دا حتى بعض الذين توفاهم الله اسماعيل صبري عبد الله محمد سيد احمد لطف الخولي استاذة بوسيف يوسف يعني اعداد من المفكرين الكبار الدكتور لويس عوض الناس دي ارهصت بان هناك تغير لكن الاسف الشديد محدش لا يريد لان ترفقي المقاعد الوثيرة او المقاعد المخملية للسلطة احيانا بتؤدي الى قدر من الخضر الوسن العقلي صحيح فانديم السلطة اه فيتصار كل واحد فيه من وعقاري او ان عنده امكانات غير عادية هو شخص عادي جدا بسيط فافضل الاحوال او متوسط القيمة على افضلها صحيح بس اعايز اقول لحدك برضو عشنا دا وشفناه وتسألي ما الذي قام به هؤلاء لا شيء صحيح بس جيل الشباب اللي حدثت تبعين للدولة وناس كانوا ملء السمع على البصر فتيجة سيطرتهم على الاجلسة الاعلام بس جيل الثورة زي ما قلت بتقول دلوقتي هو السبب في اللي احنا في دلوقتي هو السبب بس لازم نقول ان هو كمان انا مش هقول ان هما اصابوا بالاحباط بس اصابوا بكده بنوع شعروا بنوع من الخيانة ليهم فجأة فجئوا بانفلات امني بحكم عسكريبا نعم سمت خيانة من القوى السياسية التقليدية الجماعات الاسلامية ناس لم يشاركوا اساسا انه كانوا ضد واطلقوا بصريحات نارية ضد ده لفشياتهم من النظام الامني ومع ذلك يتحدثون الام باعتبرهم مش الثورات ده عملوا سردية جديدة او قصة جديدة عن بدايات الثورة عشان يكونوا هما طرف فيها او شبابهم طرف فيها شبابك مين ده انت شبابك اساسا ضاقة بطريقة تفكيرك بطريقة ادارتك للجماعة بدليل انه في بعض منهم منشقة عن الجماعة طبعا وكمان يمكن الجماعات السلفية معروفة عن الخروج عن الحاكم حرام مثلا اه فا يمكن صح ومع ذلك دلوقتي عايزين نأكلوا المصريين بطريقتهم عايزين نلبسوهم بطريقتهم الاهتمام بالسفاسفو طيب خلينا يبقى نيجي شكليات الامور طيب في حين التدين هو من الغور ما وقر في القلب طبعا يا فلا والعقيدة طبعا هي اللي بتحرك الناس لكن في ظل في ظل تسامح لان تسامح قيمة اسلامية فضلة طيب الحرية هي قيمة اسلامية لكن مش الاستفداد لا اذا كان الاسلام جاء بقيمة الحرية ومواجهة الطغيان والاستبداد يجي انا بشر زي زيهم و و و و و و و و و يفردوا قانونهم الخاص او تأولهم او تفسيرهم للدين او رأيهم فقهي انتزعوه في مرحلة من مراحل تطور فقه الاسلام ليفردوا على الناس من انتم طيب بس مش عطريت القذافي لا ومن رؤية حركة السياسية شكل البرلمان اللي جاي و كمان يمكن ناس كتيرة جدا ما بين مؤادين معارضين من صعود الطيار المتأسلم كمان فخلني انا في اقولك الحاجة النتائج غير متوقعة ليه؟ العديد من الاسباب لماذا حقق الطيار الاسلامي ومعه السلافيين ومعه مجامعات الاسلامية لا يمكن للطيار الاسلامي مهما كانت الخلافات بينهم اللي حيروح يصوت بيدي لمن ينتمي لهذا الطيار دي امور طبيعية اذا نمط التصويت ده عادي وتقليدي مش مش جديد اتنين لماذا انتصر انتصروا العديد من الامور اولا استخدامهم للغة الناس بتتدولها يوميا لغة بسيطة لغة بسيطة جدا جدا لغة الوعظ الديني البسيط الموجهة لعوام الناس والبسطاء الناس اتنين الخطاب الذي يستخدم او يستشهد بآيات من القرآن الكريم او من السنة النبوية المشرفة او برأي الفقيه بارس في تاريخ الاسلام طبع هذا الكلام بصدر بقطع النظر عن مدى دقته او مثلا اتخاذ رأي او اتباس رأي او انتزاع رأي من من الاطار اللي اتطرح فيه هذا الرأي والسياق اللي اتطرح فيه وتقولي للناس سبع الناس هتعتقد وفي صدقية هذا الكلام بصرف النظر عن ما هي المرامي الظاهرة والخفية من استخدام النصوص المقدسة في الخطاب الديني الوعظي التقليدي البسيط طبعا هيأثر انت ممكن تعبئي الناس ابسط حاجة لتعبئة الناس يام تعبئيها على افكار كبرى الوطن التقدم الى اخره بس ده بيحتاج لتدرجة من الوعي عالي لتفضيلات الوطن والامة ومصالحها والدولة المصرية على المصالح الضيقة لطيار سياسي واسلوب بسيط واسلوب كمان يعني ان انا استخدم الدين ما هو اكيد يعني انا بلعب على مشاعر الناس الاستخدام الدهري او البشري للدين في الحياة يمكن يكون على عديد المستويات ممكن يكون على مستوى التبسيط الشديد بهدف تحقيق مصلحة اقتصادية او اجتماعية او سياسية معينة وممكن يكون بهدف اصلاح بعض اخلاقات الناس اللي تدهورت مثلا واعادتها الى بعض القيم الفضلة بالمعنى الدقيق للكلمة يعني مثلا قيمة الحرية قيمة المساواة بين الناس قيمة المساواة بين الرجل والمرأة قيمة المساواة بين المصريين جميعا على اساس المواطنة صوت المرأة عورة مع اني مش عارفة كده الرابع العدوية كتا تعمل ايه بصراحة؟ انا اعتقد ان هذا الكلام نوع من اللغو وفي ذات الوقت تعبير عن قيم ذكورية محافظة تتدثر بالنصوص الدينية وبالتأويلاتها الوضعية يعني البشرية للدين في محالة فرض اراهم المسألة المشكلة ان هؤلاء الناس اولا المشكلة الهاجس الكبير لهم هو الجسد الانثوي يتصورون ان ده مصدر للشهور المرأة اعتقد ان ده هاجس بالغ الغرابة لان الطريقة التي تتعامل بها الرسول عليه الصلاة والسلام مع زوجاته ومع امهات المؤمنين كان على مستوى من الرفعة والارتقاء بملاصر اليها اولاق ولا افكرها اولاق الذين يدون اعادتنا الى القرون الوسطى تحاول ان احنا قدام واقع دلوقتي ولو حصل الطيار الاسلامي على اغلبية في البرلمان حداك تتخيل ان البرلمان ده هيستمر او حنقولها تتخيل ان البرلمان ده هيبدأ انا من زمان اهل اول مبارقة العملية ان البرلمان القادم بعد ما تم من تفاهمات بين بعض اطراف السلطة الفعلية وبين جامعة الاخوان المسلمين على وضع خارطة الطريق دي خارطة خارطة مختل وكل المشاكل احنا عانينا منها ناتج عن سوء ادارة الخارطة الطريق قرن مثلا بزميننا في اصدقائنا في تونس انا اعرف اغلب النخبة التونسية حتى اللي موجودة الوقت بعد الصورة الفرق في مستويات النخبة بين هنا وبين هناك بصراحة هناك ناس درسة عارفة في الطرق المقارنة بتعمل ايه التجارب اللي حصلت قبل كرة كانت ايه هنا ولا حد عادة القلة قليلة بس صوتها مش مسموع ومش مؤثر هي اللي تعرف مصر فيها من يعرفون من يعرفونه على مستوى عالمي لكن هناك ايضا اغلبية صحقة تنتمي للماضي لا تزال تريد اعادة العجلة مرة اخرى الى الوراء بس هذا واهم حسب الجميع المتصورين اللي ما عندهمش حس تاريخي ده حسب كتير وحصل في تاريخ مصر ايضا ستعاد فتح ملفات هذه المرحلة وقولها بمتصرح